لا يوحد المسلمين للعقيدة الصحيحة مهما تكلهوا ومهما قالوا يقولون خلوا الناس على عقايدهم واجتمعوا ولا تشوشون على الناس بذكر العقيدة واختلافها هذا ما هو ممكن هذا مستحيل أن يجتمع الناس على غير عقيدة صحيحة مهما حاولوا وهذا من الكذب على الناس لا اجتماع إلا بعقيدة صحيحة إلا بلا إله إلا الله التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعت بين سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهي بن الرومي وبين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب وبقية الصحابة جمعت بينهم واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بعد أن كانوا أعداء أنصاروا إخوانا بأي شيء بهذه العقيدة عقيدة التوحيد أصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فإذا كنا نريد وحدة الكلمة واجتماع الكلمة فلنرجع إلى الأصل الذي وحد بين العرب والعجم وبين الأحرار والعبيد وبين مختلف أجناس البشر نرجع إلى هذا الذي وحدهم وهو مضمون لا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا اشتركوا في القناة